السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم المهندس جمال أحمد وحلقة جديدة من سلسلة حلقات معلومة سريعة عن المطابق المركزية ونحن نكملين مع بعض عن أدوات وأجهزة ومعدات المطابق المركزية والنهاردة هنتكلم عن ثانية المعدات الكبيرة النوع الأول رقم إيه البتجازات والأفران بتعتبر البتجازات مع الأفران من أهم معدات المطبق واللي ممكن تكون تشتغل بالغاز أو الكهرباء وفي منها اللي بيبقى جواه شويات والبتجازات عامة بتختلف أحجامها بناء على عدد الشغلات وعدد الأفران اللي جواه وأنواعها كلاتي متجاز مع فرن بالحمل وفي النوع ده البتجاز بيحتوي على فرن يعمل بطريقة الحمل الحراري وهي إحدى طرق توزيع الحرارة بداخل الفرن عن طريق طائرات الهواء وبالتالي انتقالها للأكل بداخل الفرن وعندنا أنواع منها زي ما نرى عندنا بتجاز 6 شعلة مع شواية مسطحة وفرنين عندنا بتجاز مسطحة 4 شعلة وعندنا بتجاز 6 شعلة مع فرن وفي منها برضو الآتي بتجاز 6 شعلة مع شواية مسطحة وفرنين حمل وفي عندنا بتجاز كهرابي بشوالات مسطحة مع دولاب حفظ وفي عندنا بتجاز 6 شعلة مع فرنين حمل النوع اللي بعد كده هو بتجاز التأثير الحراري وفي النوع ده من البتجازات بيكون عبارة عن أسطح أو ألواح بأشكال مختلفة أو أحجاب مختلفة من السراميك اللي هو ما يسمى بالزجاج الخزفي اللي بيمد حلة الأكل بالحرارة بمجرد انها تتحط عليه وفي الحقيقة النوع ده من البتجازات بيتميز بالقدرة العالية والسريعة على نقل الحرارة وبيوفر أكثر من 50% من الطاقة المستهلكة عن باقي الأنواع التانية وكمان سهل الصيانة وآمن في الاستخدام وده شكله زي ما هو في الحياة وتجاز زو تأثير الحرارة في عندنا بعد كده الأفران هنتكلم دلوقتي عن الأفران وليها أنواع كتير ومنها أفران الحمل وتسمى أفران ضفع الهواء أو وزي ما قلنا قبل كده عن النوع ده إن الأفران دي بتتميز بالتقال الحرارة وتوزيعها بداخلها إما عن طريق طيارات الحمل الطبيعي أو عن طريق طيارات الهواء الخارجة من مروحة داخلية بالفرن اللي ممكن نشغلها أو نطفيها عن طريق مفتاح خاص بها ويتميز الفرن ده بجودة عالية نتيجة التوزيع المتكافئ من الحرارة اللي بيحصل جواه بالطريقة دي ويه عندنا أنواع منه ده مثلا فرن حمل بيعمل بالغاز وده فرن حمل بيعمل بالكهرباء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته